طيب كواليس بقى يعني احنا شفنا كلنا الاعمال الجميلة جدا اللي ما زالت لحد النهاردة بنكون مبسوطين حقيقي و احنا متفرج عليها ان شاء الله مئة مرة زي مثلا فيلم كابوريا كواليس اكيد كان فيه كواليس كبيرة عظيمة احكيلي عليك فيلم كابوريا ده عمل احداث جميلة يعني اتكلمت عنه قبل كده يعني هو كله حدث كابوريا ده اولا انت عمل جات عرب الخليج و احنا خلاص هننزل في السينما وكان في السينما عماد الدين في السينما قديمة او اسمها طبعا لما فيلم بيكسر الدنيا ينزل عماد الدين فكان يعني ده ده التاريخ بتاعه اخدنا جايزة احسن فيلم ونجح جدا نجاح واغانيه حسين طبعا راح كابوريا والاغاني كله حسين اللي عامل وكل حاجات ومن اول الافلام اللي نجحت قوي عملت نجحته جاري لاستاذ خيري فشار طبعا طبعا عمل يعني كانت وحلقة تاعت احمد زاكي كابوريا الناس تحلق كابوريا الشباب بيحلقوا كابوريا لغاية النهاردة ايه الزب والاغنية طبعا عاملة از از كابوريا اه في الافراح كانت تحط ميلي لغاية دلوقتي الكلمات الاغاني ده راحل حسين اللي عامل اه اه حسين ما هو كانت دي موهبته الحقيقة اه طبعا اه طبعا كان دايما عنده فكرة لقطة في حتة تانية بس الكواليس بقى مع النجوم مع الفنانين في الاعداد قبل في التجنيز والتصمير بس كانت بداية محمد لطي محمد لطي كان اول حاجة بوكسير فاجبناه عشان بيلعب بوكسي يعني عشان راح عمله افتاروه كان في واحد تاني برضو اتنين كمان مصطفى بس اللي كمل محمد لطي التانيين ما كملوش بس دي كانت بداية محمد لطي كان اثبت وجوده وكان رائع ودلوقتي ما شاء الله ممكن ليكي مواقف مع احمد زكي ولا لا 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 دارش احمد حبي الله يرحمه احمد الله عليه اكيد فيه ذكريات بتفتكريها له طبعا احمد كان معنا على طول يعني واحنا محضر الفيلم عشان اغاني وعشان كده فطبعا حسين كيفش تغل في البيت شغل كله في البيت فكنا معايا بقى يعني عايشين في الحياة معايا صحيح كان عبقاري من تاني كنا امان كانت ذكرة الاولاد واحنا على الترابيزة يوسف وسالم في حد غوي مزيكة يعني عموهم مودي الامام وباباهم عسين الامام وقدوم حسن الامام وخلتهم عولة رامي يعني العيلة كلها دخلوا بوسي يوسف متخرج من مهد سينما مخرج ان شاء الله اخرج وبعدين اشتغل في التصوير اخذ اخرجه التصوير وبيلعب مزيكة ما شاء الله كمان لاتنين واخد ميكس بقى لاتنين وابعد ومثل اه لا بيلعب مزيكة رائع عنده وفرقه مع اصحابه كده لا هاي يعني عبد رامز يلعب كتار بيتعب ده يوسف الكبير ده كبير يعني في حسن امام برضو يعني مخرج طبعا وليسه ما اخرجش ولا حاجة بس الافلام اللي اخرجها الصويرة بتاعت المعهد والافلام اللي عملها كلها اخد عليها جوائز المشاريع بتاعت الاجتماية اخد عليها جوائز وسالم بقى الجميع سالم لسه متخرج السنة اللي فاتت سينما معها سينما بابعد العربي بتاعته وحش معرفش العربي مع الدراسات وكل حاجة يوسف شوية العربي بتاعته احسن فعرف يدخل يوسف كمل منتاج فيلم من الافلام اخر فيلم اه اخمه زي عود الكابري زي عود الكابري ده كان حسن عامله بالكامل ايوه احنا نزلناه في المهرجان ساعتها كانوا عاملين تكريم في المهرجان مهرجان السينما واتعرض في المهرجان السينما فطلبوه يعني وانا رحت اتفقت معهم كان طويل كان اطول من لازم كان حسن لسه ملحقش يعمله يعني منتاجهم كده بس كان عامله بالكامل والتيترو بمزيكة وكل حاجة بالكامل بس كان طويل قوي شلنا منه حوالي ساعة لربع اعتقد خد جايزة خدنا جايزة جامعية الفيلم ايوه